يعني خلينا نتكلم على الحقيقة موقف إدارة ناة زمالك من محمد عواد والتجديد ليه إحنا يعني منذ أسابيع ناة زمالك جدد لمحمد صفحي وكان سقف التعاقد مع محمد صفحي وكان قيله الحقيقة إدارة أو يعني كانت المعلومات عندنا إن إدارة ناة زمالك حتى سقف لمحمد صفحي وهو الثمانية مليون جنيه في السنة الأولى فهما كل سنة تزداد مليون جنيه ولكن فجئنا بأن الموقف بالنسبة لمحمد عواد أن الموقف مختلف محمد عواد هياخد خمسة مليون جنيه في السنة ثم برضو زيادة في كل سنة مليون جنيه لكن هنا اللاعب طبعا كان بدايته مع نات زمائك بياخد 16 مليون أنزل مرة واحدة لخمسة دي في حد ذاتها بالنسبة لللاعب بيحس أن الأمور طبعا ما بيبقاش فيها تأدير بالنسبة فده رفض يعني ده اللي خل محمد عواد يرفض العرض المقدم من نات زمائك وقال لك أنا هاخد 10 مليون في السنة وبنان عليه ده اترفض من إدارة نادي الزمائك كنت نعبد الراحة السيد طبعا وإدارة نات زمائك في عملية التجديد لمحمد عواد في السنين القادمة هل أنتظر برضو متغيرات بتحصل في كرة القدم بكرة ما تعرفش فيه إيه ممكن لعيبي وافق ممكن إدارة زمائك تقولك طب نقرب المسافات أمور خاصة به التجديد اللي بالنسبة ليه محمد عواد طيب برضو نات زمائك بيبص للموسم القادم وهناك لعبين موجودين في أندية جبيرة زال إسماعيل عمر الساعي أحد اللعبين المميزين حياة وصغار السن على مكريشكوب نات زمائك في النوع يبقى متواجد وبالفعل التواصل المسؤولين من النادي الزمائك مع اللاعب ورغبته في اللاعب النادي الزمائك موجودة ولا لا أآآ اللاعب عنده الرغبة هنا بقى يعني خلاص اللاعب بيمضي رغبته أو بيمضي على عقوده وبالتالي النادي الزمائك بيبقى بيتعامل مع نادة إسماعيل في العملية المادية وعملية التفاوض المادي لكن طبعا هو العيب كويس وهو في السن أحد اللاعبين الموجودين في المنتخب الأمبي لكن طبعا مش موجود معهم في هذه البطولة نفس الوضع ولكن طبعا بشكل مختلف أحمد عبدالقادر ووجوده في النادي الأهلي وعملية هل هيبقى متواجد ولا لا في الأيام القادمة أو السنين القادمة أو الموسم القادم مع النادي الأهلي ننزى مالك يعني مقتنع جدا بإمكانة اللاعب في حالة رحيله عن النادي الأهلي نادة زمالك هيكون هو البديل الأفضل بالنسبة ليه أحمد عبدالقادر من وجهة نظر نادة زمالك هل اللاعب نفسه هيبقى موافق لا عندوش مشكلة دي برضو هننتظرها بالنسبة ليه الحديث عن تواجد أحمد عبدالقادر في نادة زمالك في السنة القادمة